الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والله صلى على محمد وآله محمد ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم من أبرز ما يمكن الاستلهام من شهر رمضان هذه العبادة الفريدة في شهر رمضان الصيام الذي في الروايات العديدة ورد التعبير أن الله تبارك وتعالى يقول كل أعمال العبد له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل الأعمال لها مظاهر إلا الصوم الذي يرتبط بموضوع داخلي نية هو أبرز من أبرز ما يمكن الاستلهام من هذه الأيام قضية اجتماعية ترتبط بالسلوك بشكل كبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة عيد الفطر هناك تعبير مهم جدا قال إن الدنيا دار رضي الله لأهلها الفناء فاستظلوا منها بأدنى ظل أدنى ظل في عبارة أخرى استمتعوا فيها بأدنى ظل بعدين هذا التعبير المهم وأضر فيها بأنفسكم بإرادتك ضرر بنفسك فإنه تعبير الإمام أخف للحساب الإنسان إذا أضر بنفسه هذا يوم القيامة أخف يكون في الحساب هذه نقطة كلش مهمة هناك محاولات للسلطة والهيمنة على سلوك الآخرين هذه المحاولات من أهم عوامل الفساد الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا علوا نكر يعني أي علو هذا ضمان الله تبارك وتعالى يقول ضامن الدار الآخرة مو فقط الجنة لا الدار الآخرة يعني الحساب يعني القيامة يوم القيامة قبل القيامة كلها تكون ملك للذي لا يريد في الأرض أي علو أي علو لا علو سياسي ولا علو اقتصادي ولا علو ديني ولا علو اجتماعي ولا علو عائلي علو جاء نكر هذا كلش مهم هذه آية قرآنية كل المفاسد تأتي من هذه الكلمة عندما يريد الإنسان يهيمن يسيطر فتحصل كل هذه المشاكل في الحياة الدنيا كل هذه الخروقات هم يدمر نفسه هم يدمر الآخرين ويقع في متاهات بلا حدود حقيقة احنا من أجل أن نضع نفسنا في حلبة الأفضلية في حلبة المسارعة فكل حياتنا تنقضي من أجل تحقيق السباق أخيرا الإنسان يشوف العمر انقضى وشنو صار شنو سونا وما بدلوا تبديل أخيرا شنو قدرنا نسوي كل العمر انصرم في أن يتسابق الإنسان مع الآخرين في الثوب واللباس والمأكل والمشرب والسفر والممتلكات وأخيرا شنو صار كومنا ثروة وراء ثروة ثروة وراء ثروة وثم ماذا دمرنا المجتمع دمرنا أعصابنا دمرنا عيالنا دمرنا أهلنا شنو صار ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى تلك اللحظة إلهاء هذا الإلهاء عامل لثلاث خروقات تحصل في الإنسان ثلاثة أشياء الإنسان بسبب هذه النية وهذا الهدف الكارثي يقع في ثلاث مشاكل أولا في التلاعبات في الحيلة والمكر والتحايل والخداع والكذب هذه أول عامل في إغراء الناس من أجل تحقيق أهدافها تأمل خصوص قضية السلطة والهيمنة حياتنا هذا أولا ثانيا عمليات التحفيز الشديدة شديدة نحفز الآخرين من أجل شنو التسوق من أجل شنو أنه يضمنون مثلا الصلاح تحفيز وترغيب ومثل المنشطات اللي الإنسان يتناولها بين فترة وفترة شلون تدمر الإنسان هذه العمليات التحفيزية ادرس 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 الولد يتدمر حقيقة كل مواهبة تروح المدرسة شر لا بد منه حقيقة لا بد منه بس تقضي على المواهب فيجب الإنسان أن يتعاطى معها بشكل متعارف هذا عملية التحفيز أنه الإنسان يحفز الآخرين في كل المجالات هذه عملية التحفيز دمار للإنسان المحفز ودمار للفرد الذي يحفز حقيقة دمار بلا حدود حتى في الجانب الإيماني ما يمكن الإنسان يحفز الناس على الطاعة بشكل ضاغط جدا هذا يسمونه توتر عالي هاي الكهرباء القوية إذا تربط لمبة ضعيفة تحركها هذا العامل الثاني التحفيزات العامل الثالث وهو أردأها أشدها الخوف الإنسان يعرض الآخرين للخوف من أجل شنو الهيمنة عليهم من أجل شنو السلطة عليهم من أجل قيادة سلوكهم لا يمكن التأثير على السلوك في الآخرين هذه هيمنة هاي السلطة هاي طبيعة الإنسان اللي ميال جدا إلى السلطة إلا من خلال هذه العوامل الثلاثة اللي هذه العوامل الثلاثة أكثر العوامل كارثية في الحياة الإنسان من أجل أن يسيطر على الآخرين يكذب عليهم يستعمل الخداع يتلاعب بعقولهم ومشاعرهم يتلاعب التلاعب والتحفيز والترهيب والخوف الترهيب هاي العوامل الثلاثة هذه من أهم الأمور التي ينهى عنها الإسلام وهذه التي دمرت حياتنا إحنا الآن في الحياة العائلية كلنا نستعمل هاي العوامل الثلاثة من أجل شنو كثيرا ما هذه العوامل الثلاثة تكون بداعي نبيلها يعني هناك دواعي نبيلها مو كلها دواعي خبيثة الغرض من السلطة على العائلة أو السلطة على المال كثيرا ما يكون بداعي نبيل غير خبيث ولكن حتى هذا مرفوض حتى هذا مرفوض الإنسان لازم يربي أولاده قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بس بأي ثمن بأي تكلفة الله في القرآن يقول لست عليهم بمسيطر هذا رسول الله اللي له الولاية التكوينية والتشريعية الله يصرح له إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت مبشر إنما أداة حاصر يعني فقط وفقط لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبارش قد آيات أكو حتى رسول الله اللي هو ولي على هذه الهداية بس مو من مسؤوليته أنه يقحم الآخرين بكل قوة في الجنة مو طريقة هذا صحيحة أصلا بعدين مو فقط هذه مو مسؤوليته هذه تسبب دمار في القوانين الوضعية هذا الشيء ما شيء السلطات تستخدم تستخدم كل الأساليب من أجل الهيمنة حتى إذا كان هناك دواعي مثلا نبيلة يقول إحنا نريد على كل نربي هذه المجتمع التربية داعي نبيل التأثير على الآخرين تخويفهم من المخاطر مثل ما العياذ بالله مثلا 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 الأجز مثلا هذه الأمراض الرهيبة اللي هذه الآن عشناها الحمد لله رب العالمين الله عداها هاي الويروس اللي سنوات قصف بالعالم قصف شديد شنو أحدث من الرعب حقيقة هذا الرعب فشيء منه صحيح بس تدرون شنو من دمار أعصاب صار هاي تكلفتة تدرون شنو بأي ثمن العالم كله دخل في دار المجانين بسبب هذا صحيح لازم الإنسان يحذر الحملات التحذيرية صحيحة بس لازم لا تصل إلى درجة عالية التردد عالية القوة هذا عالية التردد تسبب توتر التوتر يسبب الأمراض النفسية والجسدية والعقلية شنو العالم واندخل في أقحموء العالم في مجالات شنو هالشغل أصلا أنتو خبراء في الطب في العالم شنو ها ما فكرتوا أن العالم شنو رح يصير وراه من وراه هذه الكارثة الآن الحمد للعرب العالمين بعد بكرة شنو تنتهي كل هاي الإجراءات وكل هاي شسم بس شفوا هناك أغراض نبيلة لكن الأغراض النبيلة ليست مبررة أن شنو الإنسان يتلاعب بالطرف من أجل أنه تهدي شنو تعال قص عليه فضلا عن الأغراض غير النبيلة الوصخة اللي هي تقريبا أقدر أقول تسع وتسعين بالمية من نشاطنا هو شنو نشاط التلاعب بالعقول وبالنفوس بالمشاعر إنسان هاي الكشخة اللي يسوي شنو هاي الكشخة شنو يريد يريد يحصل انطباع مرغوب في الأذهان ما يخالف الإنسان لا يكون ورهبانية امتدعوها ما كتبناها عليهم لا يكون درويش أما مو هاي الشكل بعد مصخوها مصخناها بعد الإنسان صحيح أنه يكون مرتب يكون يحجي مرتب هندامه مرتب ما دي يسلك مرتب بس بعد مو هاي الشكل ليش هذه الحالة احنا في تقريبا 99% من نشاطنا نشاط ريائي نشاط تصنعي تصنعي نتصنع حتى في الجانب الديني حتى في الجانب الديني هذه كارثة حقيقة هذا تلاعب بالعقول هذا هذا يسحق كرامة الآخرين ولقد كرمنا بني آدم كون طبيعي نعم بل يبعد مو الإنسان بعد يطيح منها الصوب يصير مبهدل كل خربط وفوض لا لا بس مو هاي بعد من هالجانب شوفوا السوق الآن كل السوق قائم على التلاعبات والله العظيم كل السوق قائم على التلاعبات هذا المال اللي يحصل بأي ثمن يحصل بكذبوا ما أدري حملات ترويجية وحملات تسويقية وخفض خفض السعر شايفين يسوون شلون بين فترة وفترة هاي الأرفف يريدون يفرغوها حتى يجي شنو الأجناس للفصل الجديد مثلا يجيبوها فيسوون فدأ أشياء كلها ينزلون السعر يقلون أربعين بالمئة كذا بعدين شنو هو السعر رابح به شنون ربح فيه هذا شنون هذا أمير المؤمنين يقول والله عبارة رهيبة 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 تخرعني الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها رهن هذا الإنسان فلس يجيب حجر واحد حجر مليون حجر أكو في الدار حتى ينمن الدار الحجر الواحد الغصيب في الدار رهن هسه ما صار باشر ما صار سنة بعد ما صار أخيرا الله تلك بيوتهم خاوية خاوية على عروشها القرآن يقول بما ظلم هذا ظلم هذا النوع من التصرف هذا حجر غصيب هاي التصرفات الثلاث إقحام الآخرين تسليط ضغط هائل عليهم حتى له ابنك كل مرة كل عشر مرات بينضبط لا ينضبط مو مسؤوليتك أصلا ما يجوز لك هذا تجاوز الله للنبي ما يسمح فكيف قلنا وبعدين العامل الثالث غير التلاعبات العالم عامل الضغط والتحفيز الشديد إقحام الآخرين في أشياء أنا أعتقد هذا من أصلحتهم مو لازم كل أعطي جرعات منشطة تدري هاي الجرعات المنشطة دمر الصحة شايفين هذول اللي يأخذون يتعاطون مدمنين على الجرعات المنشطة تدري جرعات المنشطة شا سوى في الإنسان دمار بلا حدود هاي بعدين ما تتوقف إلى حد شيئا فشيئا الإنسان يزداد يبدأ يأخذ الجرعة أسرع يأخذ الجرعة ب مستوى أشد بعدين شنو أربعين سنة هذول شايفين هذول اللي يأخذون هاي الأشياء أربعين سنة يموت شاب وعضلات وما أدري كذا ويموت من هاي الجرعات هاي الدمار الإنسان اللي ينصح الآخرين ويضغط عليهم بكل قوة يريد يقحمهم يقحم في الخير حتى فكيف بالباطل هاي الثاني والثالث أمار عندما نريد أن نهيمن على الآخرين من خلال الخوف من خلال الإرعاب من خلال على كل حال يسموه ترهيب حتى في المجال الديني مو صحيح هذا حتى في المجال الديني أنت خوفه بس بمقدار اللي لا يخاف منك خلي خاف من شغلة ثانية شوفوا هذا الفرق قل له أكو آخرة أكو آخرة أكو آخرة أما اسمح له أن يتجاوز يقولون هذول الغربين يقولون يقولون أحسن الإحسان الحرية الديمقراطية يسموه إذا تريد تحسن للفرد فتشيئ أكو أرقى من الإحسان والإحسان هو شنو أرقى النشاطات للذين أحسنوا الحسن عن الجنة وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أرقى من الإحسان الديمقراطية أحسن مما تحسن للفرد خليه عوفه هده لا تمارس قمع لا تمارس استبداد فتكلام آخر يقولون يقولون أحسن من الديمقراطية السماحة حقيقة كلمة في غاية الروعة هذا أحسن مما أن تخليه حر السماحة السماحة يعني شنو سماحة يعني غض الطرف ديمقراطية معناته شنو عندك شنو أنت إذن في حرية شخصية أما ما لك حق تعتدي على الآخرين هاي الديمقراطية السماحة معناته أنه إذا أنت اعتديت علي أنا أغض الطرف كأنه ما سويت شي هذه سماحة هذه أرقم من الديمقراطية هذا من اتفاقيات علم النفس في الغرب يقولون سماحة أرقم الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في خطبته الشهيرة في الشام يقول شنو وأعطينا السماحة السماحة تعطى حقيقة منحة إلهية هذه مو كل واحد يقدر عليها وأعطينا السماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صحيح؟ سماحة يعني شنو يعني ما يخالف ما صاير شي اسمح له تحمله أما أن الإنسان يجي قلت الآن شوفوا هذولي أطباء الأطباء القلب من جملة الأشياء دائما يروجون شنو فكلام كلش قصير دائما شنو يقولون طبيب قلب أنت تريد تروج أما شنو يروج مضمونة تخويفة حتى يجلب الفرد إله يقول شنو كل ستة وثلاثين ثانية يموت شخصا على الكوكب أثر نوبة قلبية هذا شنو هذا الرعب هذا تخويف حتى شنو حتى الناس يراجعون وعلى كل الوضع يصير زيان هذا صحيح العمل العمل الترويجي شي زيان بس لازم ليصير فيه على حساب تخويف الناس إرعاب الناس هذا إرهاب هذا إرهاب هذا التخويف الشديد هذا إرهاب بالي خوف بس لا تقحم بالخوف هذا الخوف يسبب له أمراض نفسية هذه حقيقة أمراض نفسية يسبب المعروف في القوانين الوضعية يقولون إذا فد واحد يسطو على مثلا بيت على شركة على بنك يمخلي بجابة فد هاي فاكهة الموز هاي ثمرة ثمرة الموز يمخليها بجابة يقولون هذا يعتبر شنو يعتبر سطو مسلح مع أنه ما شهر سيف وما شهر سلاح بوجه الناس والناس ما باشر ما شافوا سلاح بس ليش لأن هذه الحالة تعطي انطباع للناس أن هذا عنده سلاح فيعتبر يعني يجرم يغرم بمعايير شنو إرعابية إرهابية هذا حد قتل يقولون في القوانين الوضعية هذا في الفقه من نفس الشي من أرعب الناس شوفوا في الفقه من شهر السلاح من أرعب الناس بالسلاح في بر أو بحر في حده القتل هذا في الفقه بالإجماع يقولون إذا واحد يشهر سلاح مو لازم يرميك حتى أنت ترمي رأساً يرمي أصلاً حتى لو مو بوجهك السلاح بيده سلاح بس أكو خطر أنه يرميك حتى منزل إيده أضربه كتله وإذا ما سوى شي شهر سلاح بوجه الناس مسكه هذا حتى القتل بإجماع الفقه مو بالضرورة أنه يشوف الإنسان حتى قلت في الجانب الإيماني الإنسان يريد يدخل الناس في خير بس شنو يخوفهم يرعبهم فد مرة فد واحد من المؤمنين يجد فعلي خمس بس قل لي بالله عليك أخذ علي المواثيق أنه فلان لا يفتهم لأنه إذا يفتهم يعتبني يعتب شديد شنو هالشغل هذا شنو هالشغل الإيمان الحديث عن ذاك المؤمن الشريف اللي هو من السعات في العمل الخيري إنصاف الرجل كل الشريف ذاك اللي يخوف هذا يقول لك الطين الخمس إلي شنو هالطريقة هذا سطو مسلح هذا سطو مسلح مع المزاحة على كل حال هذا سطو مسلح أنت حاولوا يا الأفراد ليش تخوفهم ليش هذا لازم لما يجي ينطيني يأخذ علي مواثق أنه ليخبر فلان وقال لا رح كذا يصير شنو هالطريقة في التعامل خاصة في المجال الديني أنا حديثي مو في القضاء في المجال الديني الإنسان يريد ربي أولاده بأي ثمن بأي كيفية الحياة مكفولة ليش إحنا ننخبص الحياة مكفولة الرزق مكفول هل قد أكو أدلة ليش إحنا نخاف نطيح نفسنا فيه هاي المتاهات وبعدين شنو وبعدين هم الدنيا الدنيا مشدودة بنظام رهيب المعايد يقول تنصلح من هوني تنفتق من هوني أنت تيجي تصلح الأمور من هالجانب وتضغط وتمارس قهر وتتابع وتتدمر أعصابك أخيراً الله يفتقه من هالشوب مو بيدك شوفوا شنون الكواكب تصير بس الإنسان هو الذي الله تبارك وتعالى فتح المجال ومو مفتح المجال إليه عن بالنظرة قريبة المدى إيه روح اشتغل روح حقق مكاسب بس أخيراً هذه المكاسب أخيراً أربيد الله وما تشاؤون إلا أي شاء الله أنت تحقق مكاسب هائلة بس أخيراً شنو؟ أخيراً الأمور ترجع على نصابها بيد الله كل شي هذا الحياة الكون مشدود بنظام جداً هائل ما تقدر أنت تسيطر عليه أنت ممكن شوفوا على المدى القريب المصيبة في هاي العوامل الثلاثة أنها لها تأثير على المدى القريب بالنتيجة التلاعبات تنجح تنجح وبشكل مستمر تنجح بس نجاحها قصير المدى المصيبة أنه إحنا الإنسان جداً عنده استعداد في أن يقع في فخ الآخرين في تلاعبات الآخرين صدقواً إحنا عندنا استعداد أصلاً إحنا مجبولين على أن نكون فريسة لخداع الآخرين صدقواً بس واحد يستعمل فتعامل خداع ننغر الإنسان مجبول مجبولين على شيئياً هم ننخدع أبسط يعني أنا شوية ألبس لي فتشمح بس وأطول لحيتي وعمامتي شوية مرتبة كل الناس يصورون أنا إنسان كلش طيب وتشوفونهم إحنا ما نقصر في هاي الأشياء إلا يعني كلنا مو المتدين حتى غير المتدين في كل المجالات كل مظاهر وتلاعب بمشاعر الآخرين حتى شنو أثبت أنه إنسان طيب أنا أنا في صالحك أريد أشتغل هذه بمصلحتك ولكن هذه الكون ما ينفلت من إيد الله كل شي بإيد الله الله نقدر لكل شيء مقدار أنت رزقك هالقد تحاول تحصل الرزق من جانب ثاني تسرق من جانب ثاني الله يفشل لك من جانب آخر أخيراً تحصل على مكاسب هائلة ولكن الله يدخل متاهات يدخلك في متاهات في أولادك وفي أهلك وفي حياتك الصحية وفي جسمك أخيراً ما حظيت بشي فد واحد في الرواية الكافية يروي أمير الممين عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد راكب أنت لجامل بغلة بغلته بيتفد شخص واقف باب المسجد كل أمسك علي بغلتي دخل المسجد لمن رجع كان بيد أمير الممين درهمين حتى يعطي مكافأة لهذا الشخص اللي ماسك فشاف هذا الشخص سارق اللجام ومنحاش والبغلة موجودة يمكن كان يريد يسرق البغلة بس ما قدر عليها البغلة تعلي هذه ما ترحوا بس اللجام شال اللجام ومنحاش فكان يريد يطي درهمين فأمير الممين عليه الصلاة والسلام أنت الخادمة الدرهمين قال رح اشتري اللجام الخادم في الرواية هذا اجي بالسوق شاف اللجام نفسه موجود هذا السارق بايع اشتراه بدرهمين أمير الممين قال صلى الله عليه قال الإنسان الرزق ما له مكفول هذا كلام أمير المؤمنين بس من أجل أنه صبر ما عنده يقع في حرام يقع في حرام أخيرا هذا الرزق كان مفروض يوصل لدرهمين أخيرا حصله من السرقة هذا فد موضوع في كل حياتنا موجود إحنا إلنا فتحجم مثلا من السعادة الله مقرر لنا إحنا إلنا فتحجم من الترف بالقوة بالحرام بالتكالب على الدنيا نحصل في الحجم أكبر الله يفلتها من جانب ثاني بالنتيجة أخيرا الإنسان يعيش في حياة ترف ويركب أفخم السيارات يعيش أفخم البيوت أما أخيرا قلبه شنو حزين قلبه كئيب هاي الكآبة شوفوا شلون مسيطرة على كل العالم هذا فتش يقولون أنه هذا النظام الغذائي مدمر الصحة ما أدري الدهون المهدرجة فالحجم خربط هذه الأكلات السريعة صحيح هذا تأثر سلبيا على الصحة بس روحوا شوفوا اتفاق علماء النفس أن أهم عوامل الدمار النفسي هذه الحياة الضاغطة الحياة كلها إرهاصات كلها توتر كلها الضغط هذا الضغط يسبب كآبة يولد العياذ بالله قرحة المعدة وما أدري العياذ بالله سرطان وإشياء عجيبة وغريبة هذه الحياة هم تولد للإنسان المدير القائد ما أدري المسؤول هم تولد للآخرين هذه أسوأ من النظام الغذائي الردي حقيقة وهم يقولون مو كلامي أنا أخيرا شنو حققت مكاسب كبيرة وصلت وصلت صرت رجل وما أدري هلا هلا والناس يقدروك بس شنو في داخلك متمزق أحصابك متمزقة عائلتك متمزقة حياتك كلها كلها دمار ليش الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها أنت بأي حجة طلعت أموال هاي الأموال حققت لك مكاسب كبيرة بس شنو ما حققت لك السعادة كل حياتنا نقعيشها بشقاء هاي حيات شقاء عنا العنا مو بالضرورة أن الإنسان يعيش في بيت متهالك لا أهم من هذا العنا أن الإنسان يعيش في عائلة متهالكة متشتتة متمزقة والقضية هم ترتبط بالإنسان الإنسان الله تبارك وتعالى يقدر له فد معيشة خاصة مثلا مثلا المعيشة تحك تخضع لمعاييرين معاييرين العلم والدين العلم والتقوى فقط هذا من هذا الجانب أنت رقي نفسك رزق الله في العافية في السعادة لك يزداد يرتفع ويرتفع شلون يرتفع فد نظام أكو في الرياضيات لا بس أقر عنه حقيقة هذا في نظري مؤثر جدا في الرياضيات يقولون نظام النمو بحث في علم الرياضيات يقولون النمو نوعيا من النمو أكو فد نوع نمو يعني النمو والإضمحلال العامليا هذان يخضعاني لسببين فد يعني النمو تارة أن يكون نمو طبيعي تارة أن يكون نمو بلا حدود نمو جنوني النمو الطبيعي يسموه النمو الخطي الازدياد الإنسان فلوسه بشكل مثلا تربيعي مكعبي يصعد هذا يسموه نمو خطي يعني طبيعي متعارف بعض وقات النمو يصير جنون بلا حدود لا معقول هائل هذا يسمو أسسي أسسي أساسي هذا معناته يعني شنو يعني عشرة يصير مثلا مية بعد المية يصير ألف بعد الألف يصير مليار بعد المليار يصير تريليون تريليون هذا يسموه نظام بالضم الأسسي صحيح تعبيره يسموه أسي هذا في اللغة العربية موجود الإنسان المكاسب اللي حقيقة حقيقة من خلال التلاعبات هم قصيرة المدى هم مكاسب محدودة أنت روح عدل الأمور إذا تريد تربي ابنك روح صلح نفسك والله العظيم أحسن طريقة لإصلاح وتربية الآخرين التعديل النفس كلامك يصير مؤثر إذا قتل ما فاد وياه ومئة مرة قتل ما فاد وياه روح شوي يشتغل على نفسك درجة بسيطة في التقوى والله جربه حققها في نفسك شوف ابنك شنون الله يديره شنون الله يعدله شنون الله يربطه الشغلة اللي مستحيلة العياذ بالله إذا مخدرات مثلا العياذ بالله روح عدل نفسك شو شنون وما تقدر أنت بجهدك وبشطارتك ليش شطارة ليش هالحرص والله شطارة ما تقدر أنت بيها عالم كلش معقد جدا معقد أنت بشطارتك ما تقدر تحرز العالم روح عدل نفسك رقي نفسك علميا رزقك يزداد الله يجعل لك رزق من السعادة رزق من المال رزق من الأولاد رزق من سلامة البدن العلم والتقوى والتقوى الإنسان هذا فد مثل معروف يقولون أنه الأبو إذا كافر ابن شنون نجس ابن نجس إذا كافر معروف بالإجماع أما بمجرد أن يؤمن ابن يصير طاهر شنون يصير مع أنه ابن لا يفتهم إيمان إذا ابن صغير ها يعني الطفل الصغير شوفوا شنون التأثير أفضل طريقة للتأثير على الآخرين لا تخاف حقيقة حتى إذا ما صار إنسان زيان أنت روح عدل نفسك يوم الكامة تشفع له مثل شربة ماي مو تشفع له تشفع له لمليون مثله طلع من أعماق جهنم تطلع حتى لو يكون العياذ بالله في جهنم العياذ بالله طلعه أما أن الإنسان يريد يتعامل مع القضايا بهذه الشدة هذا مو صحيح شوفوا القرآن الله في القرآن يجيب آيات حتى عن موسى صلى الله عليه عن الأنبياء الموسى أراد أن يقتل هذاك الثاني يقول له شنو أنت تريد إلا فسادا شنو تريد أن تقتلني أنت ليس من المصلحين أن الإنسان بالقوة حتى إذا كان ذاك عدو هذا مو طريقة التعامل أنه كل تقيد بحلك فد واحد حتى شنو لأنه عدو الآية معروفة في سورة القصص ظاهرة آية 19 إذا ما حافظه حتى الأنبياء ما كانت طريقة من يشوف النبي كان يحجي يقول بعدين إذا شفت ما فات صلح نفسك أولا الله منطي ضمان أن الإنسان الذي يكون عدل الله يصلح أولاده الله يصلح ذريته في قضية القضية الخضر معروفة أن الله حفظ الأولاد بصلاح الآباء ورأى جدارا يريد أن ينقض صحيح فأقامه القضية شنو الله تبارك وتعالى حفظ هذه الأولاد اللي عندهم كنز بلأن أبو ما لهم كان إنسان في الرواية أكو سبعمائة سنة قبل كان الأبو ما لهم طيب وشوف بعد سبعمائة سنة الله ما هد الأولاد بلي بلا شك أخيرا تحصل تجاوزات أنت إذا ما مارست هيمينة هذا آخر حديثي تحصل تجاوزات بس هذه التجاوزات في قبال المكاسب اللي تحصلها اللي والله بلا حدود تحصل على الله في القرآن يقول والعاقبة تل المتقين أخيرا على المدى البعيد كل الخير عندك يكون هذا ضمان إلهي العاقبة يعني كل العاقبة مالتك تسوى السالفة خل تحصل في مجموعة تجاوزات خلي بالنتيجة ذاك يعتدي عليك الإنسان إذا لا تكون حلوة فتأكل هذا من قال هذا من حاجة هذا هذا كلام نبي يعني كلام إمام ماكو هذا الحاجة كن حلوة حتى تأكل المؤمن نهيّن لين سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء هذا كلام أهل البيت صحيح تحصل تجاوزات لا تخاف من هذه التجاوزات طوفها الله يجبرها إليك والله يجبرها في الدنيا قبل الآخرة هذا ضمان إلهي ما يخالف في الحديث في الكافي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بعث خادم له أنه يشتري في بعض الحاجات راحه ما إجاء تأخر الإمام إجاء على أثره بعث مثلا على شخص إجي شاف المؤسك نايم نايم ماسك نايم إجي يهف الإمام الصادق صلاة الله علي يهف يهف حتى شوية على كل حسبة برودة وكذا شوية شوية وقام ما قام ما نترى لما نقام قال له والله رواية في الكافي قال له والله ما لك أن تنام ليلا وتنام نهارا شنو طريقة ليش أصلا هذا يتجرأ ينام لشنو ليس ما حتى الإمام الإمام إذا مو سمع فد مرة هف هف راجدي هذا يسوي هاي الشغلة تحصل تجاوزات أمورك تتعطل بس والله العظيم المكاسب اللي تحصل بلا عدود جنونية أصلا رقم رهيب في الحديث أمير المؤمنين صلى الله عليه نادى الخادم ما لكان في البيت نادى ما جاوب الخادم نادى مرة ثانية ما جاوب اجي على أثاره شافه واقف خلف طوفه قال له ليش ما تجاوبني قال لحلمك يا أمير المؤمنين أنت حليم بتخوف ما تخرع ألم ما جاوب والله هذه هي أسس الحياة في الحديث أمام أمير المؤمنين شال إيد قال Ildeh أشكرك أنه الناس ما يخافون مني شكر أمير المؤمنين والله هذا شكر إذا فد واحد سطى عليك سطى المسلح أشكر ربك علامة أنه الناس ما يخافون منك وما يخافون منك أخيرا يجاوزون عليك خل يجاوزون ما يضيعت والله الحياة ما تضيع الله لمن يحرزه إليك من يقدر يسرقها منك فلتها بلي بعدين هم اقبل أن هناك تصير تجاوزات وتجاوزات كثيرها ما تصير بس أخيرا الدنيا تقعد على باب بيتك أخيرا الله يقعدها على باب بيتك نعم بجموعة تجاوزات بسيطة تصير الأبن يعتدي على ابنه الأخو يعتدي على الأخو الحق يضيع بس الحق اللي يضيع على إيد الناس والحق الذي يتحقق على إيد الله قابل للقياس عشي الحياة بسماحة عشي الحياة بمرونة احتي كل الناس بس لا تحاول تخدع الناس لا تستعمل خداع لا تستعمل تلاعب بالناس تلاعب بالمشاعر احتي حتي كل أثر أثر ما أثر الله يأمن لك الحياة الله يأمن لك في كل الجوانب هذا من الأشياء اللي حقيقة قضية داخلية قضية نفسية هذه قضية ترتبط بالنية نيتك لا تكون نية نية موزيونة احتي حتى إذا كان هناك يقين عندك ما أكو تأثير حاول بالأفر هذا من الأمور اللي أمن المميع عليه الصلاة والسلام أكد عليه في عيدي الفطر وهذا شهر رمضان أيامه انصرمت وإن شاء الله تباركه تعالى بحق محمد وآل محمد أن لا ينصرم بلا سعادة مطلقة سعادة الدنيا والآخرة لجميع المؤمنين والمؤمنات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أكبر الله أكبر المترجم للقناة المترجم للقناة